ما هي أهمية العمل الصحفي خاصة في غزة؟ الأهمية في الجانب هذية هي معركة كسب الرأي العام وتقريبا نجحت العديد من وسائل الإعلام بما فيهم قنة الجزيرة اللي عندها حضور وازن وبقية قضاء وخاصة بفضل الصحفين الميدانيين اللي موجودين في المعارك من تغيير الرأي العام الغربي تقريبا فيه أسبوع شفنا وهذه أول مرة تصير معتها يمكن لأن عالم الصورة والخبر يخرج بسرعة كبيرة برشة غيرت الرأي العام وشفنا تغيرات كبيرة جدا سواء مستوى الشارع الغربي الأوروبي والغربي الأمريكي وشفنا حتى تعديل في مستوى منظمات كما مجلس الأمن شفنا لمين العام البرح على قلف الأحد الأدنى نسب شوي العملية هذه وشفنا تغير حتى ضغط على دولة الكيانة هذه الجانب المهم جدا زاد اللي يقوموا به الأعلاميين في مناطق الأزمات هو التوثيق للحقيقة التاريخية ضد التضليل وهذا مهم جدا والتوثيق كذلك لجرائم الإبادة الجماعية لأن اللي قاعدين يصيروا والقاعدين يعملوا به الصحافين هو التوثيق بالصورة وبالفيديو لجرائم تع إبادة جماعية ينجم يتم استعمالها بعد من أجل تقديم قضايا في الكيانة هذه هنا أنا رجعت تويكة شوفت تقريبا المجازر السابقة اللي ارتكبتها عصابات الكيانة الصيوني اللي صارت في 48 وحتى قبل 48 في 36 وقت اللي مزالت تقريبا ما عندناش عليها برشة أثاء بخلاب بعض الصور ديريا سين كافرقاسم تقريبا طارق لسنوات حتى كنعملوا تظاهر ساعة تفجان باش تذكروا ما نيقوش تصاور عمليا ما نيقوش حتى تصاور ثم بعض النصوص والشاهدات صارت لاحقا لعلي قاموا بالمجازر عاملوا شاهدات لاحقا ما عندناش برشة هذه تقريبا في 21 خرج واحد من عصابات الكيانة الصيوني متقدم في السن تقريبا حضر واعترفت بالمجازر اللي صارت ضد الفلسطينيين واعترفت مؤخرا زادة في 2021 فيما قال ان ادارة الامن السرية الصيونية دفنت وثائق مجازر وفضاع النكبة تقريبا احد من كل الوثائق التي توثق للنكبة لذلك اللي يعمل فيه هوائل وبقية الزمالين بتاعه في جزء منه بالاضافة الى البحث على الحقيقة وقولها ووصالها الرأي العام هو التوثيق لجرائم ابادة جماعية قاعد يخنبها الكيانة الصيوني لذلك طبيعي ان يتم يتم استهدافهم بطريقة ممنهجة من اجل قتل الحقيقة معه